حساء الحصى في يوم من الأيام قام ثلاثة من الحكماء هوك ولوك وساو برحلة على طريق جبلية كانوا يتحدثون عن الخير والشر والسعادة وأهمية العطاء سأل أصغر الحكماء سنا ما الذي يسعد الإنسان؟ ما الذي يسعد الإنسان؟ يا ساو سأل أصغر الحكماء سنا ما الذي يسعد الإنسان يا ساو؟ أجابه ساو العجوز وهو أكثر الثلاثة حكمة هيا بنا لنجد الجواب لكن صوت جرس حول أنظارهم إلى أسطح المنازل في قرية تحتهم ومن ذلك المكان المرتفع الذي كانوا فيه لم يروا أن تلك القرية مرت بأوقات قاسية عديدة فالمجاعة والفيضانات والحرب كانت قد أرهقت أولئك القرويين وحملتهم على عدم الثقة بالغرباء بل إنهم صاروا يشككون حتى في جيرانهم كان القرويين يعملون بهمة وجد ولكن كل لنفسه فحسب كان بينهم مزارع وتاجر شاي وعالم متبحر وخياطة وطبيب ونجار وكثيرون غيرهم ولكن لم تكن بينهم أي علاقات أو اتصالات تذكر عندما وصل الحكماء الثلاثة إلى أسفل الجبل اختفى القرويون جميعهم داخل منازلهم ولم يأتي واحد منهم إلى البوابة للترحيب بالقادمين فما إن رأى الناس أولئك الثلاثة يدخلون القرية حتى سارعوا إلى إغلاق نوافذهم إغلاقا محكما دق الحكماء على باب المنزل الأول فلم يسمعوا جوابا ثم أطفئت الأنوار في ذلك المنزل دقوا على باب ثاني فحدث الأمر ذاته وتكرر حدوث ذلك الأمر مرة بعد مرة ومن منزل إلى آخر قال الحكماء الثلاثة متفقين إن هؤلاء الناس لا يعرفون السعادة قال ساو ووجهه يشع مثل ضوء القمر لكننا اليوم سنبين لهم كيف يعدون حساء الحصا جمعوا أخصانا وأعوادا جافة وأشعلوا نارا ثم وضعوا على الموقد قدرا ممتلئة بالماء أحضروه من بئر القرية اقتربت منهم فتاة صغيرة شجاعة كانت تراقبهم وسألتهم ما الذي تفعلونه الآن قال لك إننا نجمع الأخصان الصغيرة وقال هك إننا نشعل نارا وقال ساو إننا نعد حساء الحصا ونحتاج إلى ثلاثة حصيات ملساء كروية الشكل ساعدت الفتاة الصغيرة أولئك الحكماء في البحث عن مطلبهم في ساحة القرية إلى أن وجدوا الحصيات المناسبة ثم وضعوها في الماء لتطبخ ثم وضعوها في الماء لتطبخ قال ساو سوف نعد حساء ممتازا من هذه الحصا من هذا الحصا قال ساو سوف نعد حساء ممتازا من هذا الحصا ولكن هذه القدر الصغيرة جدا لن تتسى لكمية كبيرة من الحصا قالت الفتاة لدى أمي قدر أكبر حجما بكثير ركضت الفتاة الصغيرة إلى بيتها وفيما بدأت تدفع بالقدر إلى الخارج سألتها والدتها عما تفعله فأجابت الفتاة إن الغرباء الثلاثة يعدون حساء من الحصا ويحتاجون إلى أكبر قدر عندنا همهمت والدة الفتاة قائلة من السهل إيجاد الحصا أود أن أتعلم كيف يعدون هذا الحصا قلب الحكماء الجمرات ومع تصاعد الدخان في ساحة القرية فتح الجيران نوافذهم وحدقوا بما يجري بعد قليل خرج القرويون من بيوتهم الواحد تلو الآخر ليروا ما هو بالضبط حساء الحصا هذا قال هوك طبعاً إن طبخة حساء الحصا على الطراز القديم يجب أن تتبل وتضيب جيداً بالملح والفلفل وقال لك بينما كان يحرك بعصاه الطويلة قال هوك طبعاً إن طبخة حساء الحصا على الطراز القديم يجب أن تتبل وتضيب جيداً بالملح والفلفل قال لك بينما كان يحرك بعصاه الطويلة محتويات القدر الضخمة من الماء والحصا هذا صحيح تماماً ولكن لا يوجد معنى ملح أو قال له العالم المتسع العينين من شدة الفضول وحب الاستطلاع لدي بعض الملح والفلفل ثم اختفى وعاد بالملح والفلفل ذاق ساو الحساء وقال في آخر مرة انطبخنا حساء الحصا بهذا الحجم وهذا اللون صار المرق حلو الطعم بعد إضافة قطع من الجزر صرخت سيدة من الصفوف الخلفية جزر؟ ربما يوجد عند القليل من الجزر ولكن القليل فقط توجحت راكضة إلى منزلها وعادت بما استطاعت أن تحمله من الجزر وألقته في القدر سأل هك القرويون هل تعتقدون أن طعم الحساء سيكون أفضل لو أضفنا البصل؟ فقام مزارع فقال مزارع أجل قطعا ربما سيكون لبصلة واحدة مذاق طيب وانطلق مسرعا إلى بيت ثم عاد خلال لحظات حاملا خمسة بصلات كبيرة وألقاها كلها في الحساء المغلي قال المزارع الآن أصبح حساء جيدا فهز كل القرويون رؤوسهم موافقين لأن الرائحة الفائحة من القدر كانت شهية جدا فرك ساو دقنه مفكر وقال ولكن يا ليتنا نتمكن من الحصول على بعض حبوب الفطر سال لعاب العديد من أهل القرية واندفع بعضهم إلى بيوتهم وعادوا حاملين كميات كبيرة من الفطر الطازج وحبوب البازلاء والملفوف فجأة تملك القرويون شعور قوي خفي ففتحوا قلوبهم للعطاء قال أحد أبناء القرية اقترحوا أن نضيف بعض كرات العجينية وصاح قرويون آخرون وبعض اللفت والكراث والفاصولياء والبطاطا الحلوة وصاح آخرون متحمسين والقلقاس والقارع والذرة والثوم والزنجبيل وصلصة الفول السوية وبرائم السنبق وكان الناس يصرخون لدي بعض من هذا وقليل من تلك ويركضون إلى بيوتهم ثم يعودون حاملين كل ما يمكنهم حمله كان الحكماء يحركون الحساء والفقاقع تنطلق من القدر يا لها من رائحة زكية كم سيكون مذاق الحساء شهيا وكم أصبح القرويون كرماء أخيرا صار العساء جاهزا تجمع أهل القرية كلهم أحضروا الأرزة وأرقفة الخبز جاءوا بالفاكهة وبأطباق من الحلوة جلبوا الشاي ليشربوا وأضاء الفوانيس جلس الجميع إلى الطاولات ليأكلوا لم يتذكر أي منهم أنهم اجتمعوا من قبل في وليمة مثل هذه بعد تلك المأدوبة العامرة بدأوا يروون القصص وينشدون الأغاني الشعبية ويحتفلون حتى وقت متأخر من تلك الليلة ثم فتحوا أقفال أبوابهم ورحوا بالحكماء الثلاثة في بيوتهم مخصصين لهم أماكن مريحة للنوم في صبيحة اليوم التالي من تلك الفترة الربيعية ذات الطقس الجميل تجمع أهل القرية كلهم قرب شجرة الصفصاف ليودعوا الحكماء قال لهم الحكماء ممتنين شكرا لكم على استضافتكم لنا فرد القروميون وشكرا لكم أنتم إن الهدايا التي أعطيتمونا إياها ستوفر لنا دائما كل ما نحتاج إليه فقد بينتم لنا كيف أن المشاركة تغنينا جميعا وترضينا قال الحكماء مودعين وتخيلوا إن بلوغ السعادة هو بسهولة وتخيلوا إن بلوغ السعادة هو بسهولة إعداد حساء الحصى